حاكم البحرين حمد الخليفة الذي تحول إلى ذيل وتبع ذليل لآل سعود شد الرحالة إلى العاصمة السعودية الرياض لتقديم فروض الطاعة والولاء للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هذه الزيارة تزامنت مع بروز الأزمة بين الثلاثي المرح السعودية والإمارات والبحرين من جهة وبين إمارة قطر والتي تساعدت مؤخرا لتشكل أكبر أزمة تضرب مجلس التعاون الخليجي ومنذ تأسيسه أوائل الثمانينات من القرن الماضي كان اللافت في هذه الزيارة أن حاكم البحرين عبر فيها عن تقديره للدعم الذي يحظى به نظام حكمه في وجه ما سماها بالتدخلات القطرية والإيرانية التي امتدت إلى فترة جاوزت عدة قرون من الزمان بحسب الدعائه تصريحات تثير السخرية والاستغراب في آن واحد فحديث حمد الخليفة عن تدخل قطري إيراني منذ عدة قرون يثبت جهل هذا الحاكم وغباءه لأن عائلته احتلت البحرين قبل قرنين ونصف من الزمان حيث لم تكن هناك دولة تدعى قطر بل إن أجداده اتخذوا من الزبارة الواقعة في دولة قطر الحالية قاعدة لمهاجمة البحرين ومن ناحية أخرى فإن حاكم البحرين وأبواقه الإعلامية من فكت تتهم إيران بالوقوف وراء الثورة الشعبية التي انطلقت في البلاد عام 2011 بالرغم من أنها حراك وطني خالص لكنه اليوم يغير لهجته ليتهم قطر بالتدخل في شؤون البحرين تخبط يعكس مأزق هذا الحاكم الذي فشل بالرغم من جبروته وتغيانه والدعم الخارجي الذي يحظى به في القضاء على ثورة شعب أعزل لا يزال يقدم التضحيات في طريق إسقاط هذا النظام الفاسد بعد أن آمن بالمقاومة خيارا أوحدا لنيل الحقوق اشتركوا في القناة